نرجع بقى لأشهر الأنواع زي ما قلنا وأكثرها انتشاراً وهي أنيميا نقص الحديد وبسرعة هقول لحضراتكم العلامات والأعراض بتاعتها يعني إحنا بنتكلم على الأطفال بقى لكلهم يعني الأطفال لأن الأنيميا دي بتظهر على الأطفال بقى في السن اعتباراً كده يعني لو هو بيرضع طبيعي أو بيرضع صناعي وتمام وإحنا واخدين بالنا منه بتبتدي تظهر الأعراض دي في أي وقت بس بتبتدي تظهر قوي يعني بيكون فرصة الإصابة بيها من بعد السنة الأولى يعني الطفل يبعنده سنة سنتين تلاتة أربعة في بداية سن المدرسة إحنا الإحصائيات الطبية اللي بنقراها بنكتشف فيها أنه في عدد كبير من أطفال المدارس الابتدائية اللي هو الأول خالص مدارس عندهم الإصابة بأنيميا نقص الحديد طب إيه علامتها عشان برضو احنا نبقى عارفين بيظهر على الجلد شحوب يعني الجلد بيبقى باهد كده واللونه اللون الزهري اللون بتاع الجلد ده بيكون أقل من المعتاد بس مش في الجلد بقى بيكون بايد في الشفاتين في الشفايف وبطانة الجفون اللي هو بصوا شوف أنا بعمل الأنهاز زي خلاص وتحت الضوافر اهي مش الضفر اللي بيتقص لأ اللي هو المنطقة دي اللي هي تحت الضفر تموص لها بيضة خلاص يبقى خلوا بالكو اهو تحت الزافر بطانة الجفون دي من العلامات المهمة قوي والشفايف حتى لما نروح للدكتورها تلاوه دا كاترة بيكشفه كده تلاوه بيعمل بق الطفل كده وبيشوف ايديه واخدين بالكو يعني دي حاجات دي علامات طبية بس أنا بقولها لكو والجلد زي ما قلنا بيبقى ايه بيبقى شاحب الاطفال برضو المصابين بأنيميا نقص الحديد بيكونوا بصفة عامة بقى سريع الغضب بيتعصبوا بسرعة وعندهم ضعف وميل الى التعب السريع يعني بيتعبوا بسرعة برضو وتلاقيهم ينهجوا او عندهم قصر نفس يعني قصر النفس اللي هو النهاجان بينهجوا من أقل المجهود وتلاقي عندهم سرعة في ضربات القلب يعني لو انت حاضن ابنك او بنتك كده وبتعبوا تدوس لها قلبه ماشي بسوء طبعا ضربات القلب عند الاطفال أسرع مننا بس أنا باتكلم هنا عن سرعة غير اللي انتوا عارفينها او غير اللي انتوا معتدين عليه ممكن كمان نلاحظ تورم في اليدين والقدمين خلاص انا بقول لكم الاعراض دي والاعراض دي تشخيصات طبية يعني انا معاك بس انا بقول لكم ليه الاعراض دي في حال شكيتوا فيها روحوا للدكتور انتوا فاهمين قصدي يعني فاهمين الغرض من اللي انا بقوله يعني انا مش بقول لكم عشان انتوا اللي تعودوا تشخصوا في البيت لا دي شغلة الاطباء بس لما تشكوا بقى في الحاجات دي كده طب ما نشك طب واحنا ليه ليه نتأخر تقول انت لزوجك كده او زوجك او الزوج يقول للمرأة طب واحنا ليه نتأخر مع الدكتور موجود ده كترة موجودين نروح للدكتور ونعمل تحليل صورة دم كاملة ونروح للدكتور ناخد التحليل كامل ونروح للدكتور الدكتور يكشف ويبص في التحليل ويقول لنا في ايه طمن تمام اذا استمرت الحالة بدون علاج ممكن يحصل لقدر الله مشاكل في النمو الطبيعي ودي خطورة بقى المسألة وتشخيص الموضوع زي ما لسه بقولك يا جماعة بسيط اذا لاحظنا الاعراض دي نروح للدكتور الدكتور هيعمل ايه هيقوم بالكشف الطبي وهيأكد التشخيص من خلال تحليل صورة الدم الكاملة وتحليل مستويات الحديد في الدم ما هو مش بس تحليل صورة الدم احنا عايزين نعمل تحليل صورة الدم وتحليل مستويات الحديد والحديد له انواع بقى في الدم المعامل بقى عارفينها انتو بقى متعرفوش عنها حاجة يعني اقول لما نروح المعمل لقول له احنا عايزين نعرف الحديد كله الحديد بقى اللي هو الحديد والحاجة اسمه الفريتين وكده يعني فيه تلت تحليل كده بتعمله وبيكونوا ايه تحليل كويسة أو الدقيقة